الحمد لله بفضل من الله ورسوله وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام قد من الله علينا بهم بأن جعلنا من زواره والمسارعين إلى زيارة روضته الطاهرة المقدسة الحمد لله رأينا الملايين ذهبت إلى كعبة الأحرار إلى أبي عبد الله الحسين صلاة الله وسلامه عليه بذل ومهجهم فيه والحمد لله تمت هذه الزيارة وكل عام يزيد هذا الحجد المليوني والقلوب التي تهوي إلى طريح الحسين صلوات الله وسلامه عليه فرأينا من كل العالم قاطبة لعله من صح هذا القول أن من كل العالم وصل إلى الحسين إما راكبا أو راجلا ووصلوا إليه صلوات الله وسلامه عليه قصدوا هذا الحرم الشريف وهذه البقعة الطاهرة حتى أنهم يواسوا الحسين صلوات الله وسلامه عليه في يوم أربعينه يوم رجوع السبايا يوم المصائب يوم رجوع الرؤوس إلى الأجساد بقيادة سيد الساجدين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه إمامنا ومقتدانا وسيدتي النساء السيدة الكبرى زينة بروح فدها عليه أفضل والسلاة والسلام والسبايا معه وإمامنا الباقر عليه الصلاة والسلام كان صغيرا مع أبيه السجاد فهنا بعد أن رجعت السبايا وواسط الحسين عليه السلام عند قبره هؤلاء الآن محبي الحسين وزواره عند قبره الشريف وصلوا إليه بكل لهفة بدموع وبكاء وعويل وطلب ورجاء عزوه وقرأوا له الأبيات والنعي والمصائب عنده فلله الحمد نحن هنا في أرض فدك الصغرى في لندن ما شينا هذا الركب ركب الحسيني وأتينا من منطقة ما تسمى هنا السنتر يعني مركز المدينة ذهبنا من مركز المدينة إلى أرض فدك الصغرى مشيا على الأقدام من الرجال والنساء كانت هذه فقط لم تكن دعوة عامة إنما هي دعوة خاصة فقط من الهيئة وأعضائها ونسائهم وبعض المحبين التحقوا بنا والحمد لله وصلنا واسينا الحسين ولم نحرم من المشي للحسين عليه الصلاة والسلام ولم يمنعنا البعد عن ضريحه المقدس الشريف اليوم سنتكلم في بعض الأمور عن هذه الزيارة زيارة الأربعين كلمتين ثلاث نبدأ بها وكم رواية نتحدث عنها حتى نبين فضل المشي والزيارة ونخرس تلك الألسن التي تقول أنه هذه فكرة يهودية الأربعين وغير ذلك أولا لما المشي للحسين وهذه الأمور التي من فضل الله الهالك ومن معه ورد عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام صادق آل محمد من أتى قبر الحسين عليه السلام عارفا بحقه كمن حج ما أتحجه مع رسول الله صلى الله عليه وآله انظر هذا هو الفضل لزيارة الحسين صلى الله عليه وسلم وهناك في الوسائل باب في الوسائل للحر العاملي باب كامل فضل المشي لزيارة الحسين صلى الله عليه وسلم وقلنا أن هذا المشي منذ آدم إلى هذا اليوم آدم حج سبعين مرة إلى بيت الله الحرام إبراهيم عليه السلام كذلك حج ماشيا الرسول الله ذهب ماشيا من المدينة إلى مكة المكرمة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كان أكثر من عشرين حجه في رواية أنهم سعشرين حجه ذهب ماشيا إلى حج بيت الله الحرام وهذه سيرة المتشرعة والعلماء مضوا على ذلك يمشون على قبر الحسين حسب استطاعات كل عالم ورأيتم في هذه الأربعينية رأيتم من المراجع والعلماء السيد سعيد الحكيم والشيخ بشير النجفي أحسنتم شكرا الله سعيكم والشيخ بشير النجفي هؤلاء رأيتم مشوا وذهبوا إلى إمامنا صلى الله عليه وسلم مشيا على أقدامهم فهذه سيرة العلماء والمراجع والفضلاء فيقول من أتى قبر الحسين عارفا بحقه أنه يعلم أنه إمام مفترض طاعة له كل ما لرسول الله صلى الله عليه وآله لأنه هو نور واحد نور رسول الله صلى الله عليه وآله فمن ذهب إلى الحسين وقصد قبره كمن حج ما أتحجه مع رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام من زار الحسين عليه السلام على خوف يؤمنه الله أو يؤمنه الله من الفزع الأكبر هناك فزع وفزع كبير في يوم القيامة في أهوال يوم القيامة في أحوالها في حرها تفزع هناك كل النفوس وكلها عينها باصرة إلى آل محمد أيهم السلام فعند ذاك الفزع الأكبر يؤمنه الله لأنه زار الحسين وعظم الحسين عليه السلام في الدنيا هنا سئل سماحة المرجع الشيخ التبريزي قدس سره بخصوص المشي إلى مرقدي الحسين عليه السلام قيل له ما هو رأيكم الشريف مسألة المشي لزيارة الإمام الرضا وقلنا أنه من زار الإمام الرضا كمن زار الحسين ومن زار الحسين كمن زار الرضا ومن زار الحسين كمن زار رسول الصلاة ومن زار الحسين كمن زار عميرهم عليه السلام ومن زار الحسين كأنما زار الأمة كلهم وهكذا هذا الذي ورد عن أهل محمد عليه السلام ما رأيكم الشريف في مسألة المشي لزيارة الإمام الرضا عليه السلام وذلك بمناسبة أربعين سيد الشهداء الحسين عليه السلام هنا كثير من الناس لا يستطيع أن يذهب إلى قبر الحسين عليه السلام لمانع ما فكيف هو البديل يزور الإمام الرضا بدل عن زيارة الحسين عليه السلام عند قبره فهنا يقول أنه أنا لم أستطيع أن أزور قبر الحسين عليه السلام فهل أستطيع أن أزور قبر الإمام الرضا في أربعين الحسين عليه السلام فهنا يقول السائل مع العلم أن بعض الجهلة أخذوا يسخرون من هذا العمل بعض الجهل يسخرون بكل شيء حتى في الله جل وعلا ولا ياذب الله استغفر الله رب واته حتى أنه يقول ما الذي أعطان الله أعطاك الله نعمته النفس هذا الذي يصعد وينزل لو لا لطف الله لأنت الآن في قبرك فأجاب سماحته باسمه تعالى زيارة الأئمة عليهم السلام كزيارة النبي صلى الله عليه وآله هذا قول من مرجع كبير يقول أنه من زار قبر الحسين عليه السلام وقبر الرضا عليه السلام وقبر الأئمة عليهم السلام كمن زار قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وله من العبادات المستحبة عند جميع علماء الإمامية رضوان الله عليهم وقد ورد في ذلك روايات متواترة مروية في كتب المزار والكتب الأربع ورد ذلك كله في الصحي أساندنا وكتبنا والإتيان إلى زيارته مشيا على الأقدام مستحب وهنا من يريد أن يمشي إلى زيارة الحسين فورد فيها استحباب مؤكد وقد ورد في زيارة مولانا عميرون عليه السلام أيضا بالمشي وأنه يكتب له بكل خطوة حجة وعمرة حجة وعمرة مستحبة يكتب لأن الله كريم الجواد هو الله الذي يعطي فلماذا نحن نمنع وإن رجع ماشيا كتب الله له بكل خطوة حجتين وعمرتين لأنه بالذهاب شوقا إلى الحسين وبالعودة إن رجع ماشيا فهذا زيادة الفضل فالله يضيف عليه من الفضل فضلين لتكون الخطوة بحجتين وعمرتين للذهاب حجت وعمرة وللإياب حجتين وعمرتين ورواية الوالدة في المشي إلى زيارة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام كثيرة وقد عقد في الوسائل بابا مستقلا في فضل المشي إلى زيارته عليه أفضل الصلاة والسلام هنا ورد في صحيحة الحسن بن علي الوشاء التي رواها عن الصدوق قدس سره في ثواب الأعمال ورواها أيضا ابن قولويه قدس سره في كتاب المزار بسند صحيح قلت للرضى عليه أفضل الصلاة والسلام ما لمن أتى قبر أحد من الأئمة عليه السلام قال عليه السلام له مثل ما لمن أتى قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام انظر هنا قول الإمام صلى الله عليه وسلم الإمام الرضى عليه أفضل الصلاة والسلام يقول ما من أحد زار قبر أحد من الأئمة عليه أفضل الصلاة والسلام فله من الفضل والأجل والثواب كمن زار قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام إذن هم نور واحد من زار أحد من الأئمة كأنما زار باقي الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام فهنا يقول لهم من الفضل كمن زار الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام من أتى قبر أحد من الأئمة عليه السلام قال عليه السلام له مثل ما لمن أتى قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام هنا سأل وسأل سؤال آخر ما لمن زار قبر أبي الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام فقال له مثل ما لمن زار قبر أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام انظر هنا قول الإمام صلى الله عليه وسلم عليه يقول أي أحد زار قبر الأم عليه السلام له من الفضل كمن زار قبر الحسين عليه أفضل صلى الله عليه وسلم قال وأن زار قبر أمير عليه السلام ما له من الفضل قال له من الفضل كمن زار قبر الحسين عليه أفضل صلى الله عليه وسلم ولو تلاحظون أن الأئمة ركزوا على زيارة الحسين أكثر لبيان مظلوميته وما جرى عليه ومقامه عليه أفضل الصلاة والسلام ولهذا السبب أنه ولهذا السبب أنه الإمام صلات الله وسلامه عليه ركز أن من زار قبر أحد الأمير عليه السلام كمن زار قبر الحسين ومن زار قبر أمير أمير عليه الصلاة والسلام كمن زار قبر الحسين عليه السلام إذن الكل يعود إلى فضل زيارة قبر الحسين عليه السلام سأل الراوي عن ثواب زيارة أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام أجابه الإمام له مثل من زار قبر أبي عبد الله الحسين إذن هنا الراوي سألو ثلاث أسئل سألو ثلاث أسئل ما لمن زار قبر أحد من الإمام عليهم السلام قال له من الفضل كمن زار قبر الحسين قال من زار قبر الإمام عليه الصلاة والسلام قال له من الفضل كمن زار قبر الحسين قال له من زار قبر الإمام الكاظم عليه السلام قال له من الفضل كمن زار قبر الحسين عليه السلام وفي الأخبار وفضل المشي إلى مرقض الحسين عليه السلام عن الصادق عليه السلام قال من أتى قبر الحسين عليه السلام ماشيا كتب الله له بكل خطوة وبكل قدم يرفعها ويضعها عتق رقبه من ولد إسماعيل وورد عن عن جعفر ابن محمد عليه أفضل الصلاة والسلام جعفر الصادق ابن الباقر عليهما السلام أنه سأل عن الزائر لقبر الحسين عليه السلام فقال من اغتسل في الفرات ثم مشى إلى قبر الحسين عليه السلام كان له بكل قدم يرفعها ويضعها حجة متقبلة بمناسكها وعن الصادق عليه السلام قال من اتى قبر الحسين عليه السلام ماشيا كتب الله له بكل خطوة ألف حسنة ومعا عنه ألف سيئة ورفع له ألف درجة هذا هو الحسين وهذا مقامه عند الله وما له من الفضل وهنا عليه السلام قال لعلي بن ميمون يا علي زر الحسين ولا تدعه فقال له ابن ميمون ما لمن أتاه من الثواب قال عليه السلام من أتاه ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة ومعا عنه سيئة ورفع له درجة فإذا أتاه وكر الله به ملكين يكتبان ما يخرج من فيه من خير ولا يكتبان ما يخرج من فيه من شر ولا غير ذلك فإذا صرفوا وادعوه وقالوا يا ولي الله مغفور لك أنت من حزب الله وحزب رسوله وحزب أهل بيته عليهم الصلاة والسلام والله لا ترى النار بعينك أبدا ولا تراك ولا تطعمك أبدا انظر حتى أنه لا يكتب ما عليه من ذنب إذا خرج من فيه ويكتب له من الحسنات ما يعلمه إلا الله جل وعلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر